فإذن ينبغي أن نسمع كلام الله ونعمل به في رمية إصحاح عشرة مكتوب كيف يسمعون بلا كارز ثم يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله يعني الخبر بسماع كلمة أو كلمة الرب يعني في طاعة هذا الإيمان يأتي في حياتنا عن طريق الطاعة عن طريق السمع من كلمة الرب في رسالة يعقوب الإصحاح الأول والآية 22 مكتوب ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآه فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على النموس الكامل نموس الحرية والثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله فإذا واضح يعني يعقوب يتكلم عن السمع كونوا عاملين كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم الشعياء طبعا كان دايما بيصرخ إلى الشعب المعاند اللي مش عاوز يسمع كلمة الرب وخليني أقرأ من الشعياء 48 والآية 18 الشعياء بيدعو الشعب ويقول ليتك أصغيت لوصايا يعني يا ريتك سمعت فكان كنهر سلامك وبرك كلج البحر حبائي إن كسر الوصية هي طريق للعنة والخسارة فإذا خلينا ننتبه إيش منسمع سامع المشورة حكيم مثل نهر متضفق لا تتوقف أو لا يتوقف عن الجريان فإذا أحبائي السمع يقود إلى الشفاء في أمثال أربعة آية 20 كل من يسمع أقوالي مكتوب بيكمل في آية 22 فهي دواء لكل الجسد بيتكلم طبعا عن كلمة الله عن كلام الله بنقرأ في سفر أعمال الرسل عن المقعد من بطن أمه في أعمال الرسل إصحاح 14 كان في منطق الدربة ولسترا فكان يسمع ما يقوله بولوس وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى فقال له قم على رجليك فقام ووثب لأن السمع كان فيه أكشن فيه إيمان وفيه طاعة فالسؤال اللي عاوز أسأله في هذا الوقت ما هي الأصوات التي تسمعها فيه أصوات كثيرة وفيه ديانات كثيرة وفيه بدع كثيرة وأقوال كثيرة ورياح تعاليم كثيرة وضلالات وكما يقول الرسول بولوس لتمثاوس يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرفات على إيه؟ ما هي الأصوات اللي بتسمعها؟ مكتوب أحبائي لم يقدروا أن يسمعوا لموسى لسبابين أولا من صغر النفس ثانيا من العبودية القاسية خروج إصحاح ستة والآية تسعة يعني لما الإنسان بيشوف دايما نفسه جراد أو أقل وإنه ما إلوش قيمة فإذن إحساس الصغر بالنفس لا يستطيع أن يميز صوت الله ولكن عندما يكون الإنسان أيضا مستعبد ومقيد بأصفاض وأغلال وقيود العبودية مكتوبة بسبب العبودية القاسية ما عدش يميز ما عدش يقدر يكون عنده الحس الروحي لم يقدر أن يسمعوا لسبب العبودية القاسية ترجمة نانسي قنقر